أكد وزير البترول طارق الملا أن تطوير منظومة تكبير البترول وصناعة البتروكيمويات بدأ منذ عام 2016 من خلال رؤية كلية لبرنامج التحديث والتطوير وحقق نتائج متميزة عاما بعد الآخر جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الجاري وأوضح الوزير أن هذا التطوير يتم بالتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الانتجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيمويات لضمان أعلى كفاءة في الأداء وهو من عكس بشكل إيجابي على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيموية للسوق المحلية وحقق استقرارا في الإمدادات اشتركوا في القناة